صباح الورد على كل مشاهدين كانت هي في حلقة جديدة من برنامج حكوينا التفاقل والأمل هم أهم أدوات الاستمرار في الحياة السعيدة إزاي يكون عندنا بقى طاقة إيجابية ونقدر إننا يكون عندنا نوع من التفاقل ببكرة ويوم جديد وحلم جديد إزاي يكون عندنا أمل إننا هنكمل وننجح وكمان نساعد نفسنا نتخطى وننسى ونكون أحسن ونتعلم من التجارب اللي فاتت وإزاي نبدأ بداية جديدة مع نفسنا ونخلي 2024 تكون أعظم سنة في حياتنا كل دو أكتر هنتكلم فيه النهاردة مع ديفتي اللايف كوتش ميل قادي أهلا بسيكي عملا إيه كله كايز الحمد لله بحب طبعا قبل ما ابتدي أدي كل واحد مسيحة إنه يعرفنا من نفسه عشان يبقوا عارفين إيه الفرق ما بين كل اللايف كوتش والتاني طيب بصي أنا أولا كنت درس علم نفسي في أمريكا وبعدين درس لايف كوتشينج وبعدين بدأت يعني أدخل في الموضوع شوية بقيت تخصصت بعد كده أن أنا بقيت بضرب الناس برمجة لغوية عصبية فأنا بعمل الترينج ده برمجة لإيه؟ اللغوية العصبية لغوية دي ممكن تشرحها هنا؟ NLP ده اللي هو إزاي تتعامل مع العقل اللواعي فعقل الإنساء عارفة السوفتوير اللي جوه هو ده إزاي فرماته؟ إزاي فرماته؟ إزاي فرماته؟ سبورت سايكولوجست سبورت سايكولوجست إذا ممكن تحكينه أكتر برضو على سبورت سايكولوجست عايزة كل المشاهدين يعرفوا أنا المعد النفسي للنادي الأهلي باسكتبول سيدات ده رجاء أولي أوكي فأنتي بتساعدهم بقى قبل البطولة وبعد تأهيل إزاي إعداد نفسي يعني هو ده التأهيل النفسي الرياضي إزاي إن هما يبقوا عندهم الوينر مايندسات إزاي إن هو يختلفوا عن ناس تانية إزاي يبقى عندي دايما حافظ للمكسب إزاي لما أقع بس في خسارة إزاي يقوم بسرعة فالإعداد النفسي ده لأن عمتا في الرياضة لما أنا بقى لعب طب ما أي حد بيعرفي لعب لكن مش أي حد عنده الصلابة النفسية إن هو يكسب ويستمر على الفوز طول الوقت فهو ده دور الإعداد النفسي الرياضي لا بصراحة تاتش ود يعني لا أحضر لك متخصصة في حاجات كتير وكلهم بالنسبة لي حلوين قوي يعني كل واحد فيهم حساء يعني مجال ودنيا غير التانية بصراحة وهو كله تحت نفس الأمبرال النفس البشرية بصراحة اللي هو أنا إزاي أتحكم في مشاعري إزاي أضبط نفسي إزاي يبقى عندي صلابة نفسية إن أنا واجه أي مجال من مجالات حياتي أي أن كان بقى علاقاتي الرياضة الصحة العمل كل الكلام ده آه يعني كلهم مسائل مختلفة توصلني لإن أنا أبقى عندي صلابة نفسية أبقى شخص متزن أبقى إنسان ناكح وسعيد بس حلو قوي خلينا بقى النهاردة نبدأ بإيه إزاي أنا أو كل المشاهدين نبدأ السنة الجديدة بتاعت 2024 بتفاقل حتى لو كانت السنة اللي فاتت ممرتش علي كسنة كويسة قوي أو محققتش فيها كل طموحاتي وأحلامي وكده إزاي بقى إن أنا أبتدي أخش بتفاقل كده على السنة الجديدة وإنها إن شاء الله يعني هتديني حاجات بقى مختلفة وحلوة هقولك عمرك شفت طفل وإحنا كلنا بنعاني من الأزمة دي الصبح أول ما الدنيا تبدأ تنور يقولك لأ خلينا نم شوية ولا كله يلا النور طلع يلا عايزين نلعب يلا عايزين نشوف هنعمل إيه فتلاقي الطفل طول الوقت حاسس بحماس أنت بيقش فهمها أنت جايبه منين يا حبيب طول الوقت عنده توقعات إن اليوم هيبقى حالو طول الوقت بيفكر هنعمل إيه النهاردة مش هتلاقي طفل يقولك إيه ده هو النهاردة ليوم التلات مش هتلاقي يقولك هو ليه النهاردة الشمس ما طلعتش دايما هتلاقيه متحمس مستعد اليوم جديد بينام بالخناق عشان هو مش عايز يضيع من وقته أو من يومه ثلاثة أربع دقايق ثانية يا رزل ثلاثة أربع دقايق فهو عايز طول الوقت وطول الوقت هو بنفس الطاقة ونفس الحماس ونفس السعادة ونفس الإكسايتمينت ليه؟ لأنه هو ما برمجش عقله غلط ما قالش هو إيه اللي هيحصل لي ما قالش أصلنا الدنيا وحشة ما قالش يعني ما حطلش بالزبط طيب أنا حطبه إيه النهاردة ما أي حاجة تتاكل عادي فبتلاقي دايما أن الطفل الفطرة بتاعته أو إحنا كبشر الفطرة بتاعتنا هو أننا طول الوقت متفائل وإيجابي مع الحياة مع التربية مع البيئة مع المجتمع بيبدأ لا ده النهاردة تتفى الدنيا هتبقى زحمة لا ده الشغل النهاردة زي بكرة زي بعده الأيام كلها هتبقى زي بعض فتلاقي إن إحنا بدأنا نتشائم كل شوية أو كل يوم عن اليوم اللي قبل فهنا أول حاجة محتاجين نبقى عشان نبدأ بقى سنة جديدة من غير أو بتفاقل مهم ما قوي إن أنا أشيل التوقعات أشيل اللي خالص تحطش توقعات خليك عايش حياة الطفل اللي على الفطرة إن كل يوم شايل لك حاجة جديدة هي إيه مش مشكلتك طب هيحصل إيه مش بتاعتك طب أنا بتعامل مع المتاح قدامي إيه بقى اللي ممكن يجي أو إيه اللي ممكن يحصل أو إيه اللي حصل ما يشرعوا بي يعني إن أنا أكون عايش في اللحظة اللي أنا فيها بالزابط كده إن أنا أكون موجود هنا وأنا موجود هنا أنا بتعامل مع المتاح كل ما حتستغل الإمكانيات المتاحة قدامك كل الحاجات الممكنة اللي ممكن تيجي حتجي لك لكن طول ما أنا بصص على الحاجات الممكنة اللي مش في إيدي كل ما اللي في إيدك حيديع منك آه يعني كل ما بنفسي إن أنا بص في المستبل أو شايلة هم بكرة أو شايلة هم مثلا واجع معين عندي أو حاجة أنا مش مركزة في اللي عندي دلوقتي بالزبط فأنا بيديع مني بيديع مني حلاوة الأيام دي انبساط اليوم دا اليوم دا بشكله كده بالزبط كده فأول حاجة محتاجين إن إحنا نشيل تماما أي توقعات إحنا حطنا فلما حنشيل التوقعات دي حنبدأ واحدة واحدة نبص هو إيه اللي في إيدي دلوقتي يبقى أول خطوة نشيل التوقعات بالزبط تاني خطوة بقى ودي مهمة جدا 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 إن أنا تقبل الوضع اللي أنا وصلت له دايما بتلاقي الناس بيعملوا إيه السنة اللي فاتك كانت صعب علي قوي فأنا مش مبسوط من اللي أنا وصلت له أو متدايق من الحال اللي أنا عايشه أو مش راضي عن حالي أو مش راضي عن جسمي أو مش راضي عن جوزي فنشيل بقى ده خالص تقبلي الوضع اللي أنت فيه بظروفك بشخصيتك بشكلك بجسمك عشان نقدر نغير لكن طول ما أنا قاعدة رفضة الحاجات اللي أنا فيها عاملة بظبط أكيني عمالة بزوء عرفها بزوء فالدنيا هتزوء معيك فأنتي بتزوءك الدنيا هتزوء عكسك فحتلاقي أن أنت طول الوقت عمالة مش عارفة تتحركي خطوة من اللي أنت فيها فعشان كده مهمة أوي 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 أن أنا أبدأ أتقبل الحال اللي أنا فيه أبدأ أتقبل الحياة اللي أنا عايشها وأتقبل قبلهم نفسي فده مهم ليه؟ عشان أقدر أغير اللي حصل السنة اللي فاتت وحشه أغيره أخليه الحلو بتاع السنة دي فدي تاني حاجة مهمة أوي أننا نبقى عارفين يبقى تاني حاجة أن أنا أحب نفسي أتقبل نفسي أو أتكبل نفسي ببقى أتكبل نفسي بشكل عام بالزوء لما هتقبل نفسي حعرف أحبها طول ما أنا رفضة نفسي أنا مش عارف أحبها وأقبل نفسي يعني أقبل نفسي كشكلي كظروفي كاللي حصل لي أتسامح يعني مع اللي فات بالزبط كده أتقبله أتقبله ومناسبة المسامحة تخالي كده لو أنا ما سامحتش حد قال لي كلمة حد زنق عليها بعربية أنا كل شوية حاجة بتحصل فأنا مش عارفة سامح عملا شيلها جواية شيلها جواية شيلها جواية ده بالزبط أكنك شيلها شانت عملا تحطي فيها طوب الناس دي عملوا الموقف أو قالوا الكلمة واختفوا مين اللي شال الوجع ده أو مين اللي شال التقل ده أنا فأنا اللي هتلاقي نفسك بعد شوية أنت وقفة في مكان مش عارفة تتحركي منه فتلاقي نفسك أنا تعبانة أنا مش قادرة أقوم الصبح أنا زهقانة أنا حزينة أنا غضبانة ما كل ده بسبب التقل اللي انت شيلها جواية اللي هو أصلا مش بتاعك ما تقومي وتعدي ويمشي ما اللي حصل حصل في حاجة في يدك حتتغير لا طب واقفة عنده ليه طب أنا عايزة سألك سؤال لأن ساعات بحس أن احنا دايما كلايف كوتشز أو كده لما بنيجي ندي نصفح عارفة الكلام بيقوله دايما الناس تقول الكلام سهل بس الفعل أصحب فلو أنا حد بيسمعنا وهو مش قادر يخش السنة الجديدة لأن السنة اللي فاتت مش بس كانت قيلة عليه بس يمكن كان فيها جروح يمكن أو جروح من الماضي جروح من التفولة حتى شايلة كل السنين دي زي ما انت قلت كأنه شايل شنطة كلها طوب فكل السنين دي خلاص هي على قلبه تقيلة صح نعمل ايه يعني ازاي ممكن الستة اللي بتسمعنا أو البنوطة اللي بتسمعنا لو هي حصل لها حاجات شايلة التجارب دي شايلة تقول ده ازاي احنا نديها حاجات عملية مش كلام عملية بأنها ترمي ده ترمي الحلم ده بس أنا هقولك الأول حاجة الكلام عشان نبدأ نتكلم قعدنا ثلاث سنين صح صح يعني الطفل اللي هو رائبتيه من تاني سنة بيبدأ يتكلم عشان يبقى كلامه مفهوم ثلاث سنين فالكلام مش سهل اوكي طالما عقلك جاب الفكرة وقلبك حس بمشاعرها ايا كانت هي ايه يبقى هي تقدر يتحقق ايها وتقدر يتوصل لها حي طب أنا دلوقتي زي ما انت قلت انا شايلة حاجات كثيرة اصلا كلمة الكلام سهل ناس كتير جدا بيقلوها بس هو الحقيقة ان هو مش سهل خالص فهمها قصي طالما انا فهمتها هو فقال مش سهل مش سهل ان انت تستوعيبها لان انا ممكن انت تقوليلي الكلام وتقول لي حد تاني نفس الكلام انا فهمها بطريقة هو يفهمها بطريقة تانية انا بفهمها بناء على وعيي دلوقتي وعلى انا عقلي محتاج ايه دلوقتي تمام فكل واحدة دلوقتي بتسمعنا بناء على استقبالك للكلام ده اقولك مين اكتر حد انت مش مسامحا حد كده يجي في دماغك هو ده اللي انت محتاج اشتغلي عليه ما ممكن يكون حد ازاكي اكتر بس ده اللي جي في دماغك تعلي بقى نرجع تاني للسؤال بتاعك اللي هو اعمل ايه عملي عشان اقدر ان انا اطلع او اتحرر من التراكمات القديمة بقى كلها والله بجدم ايداني طبعا اول حاجة اكتب اكتبي هقولك تمرين مهمة اوي 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 مش عايز اقولك تأثيره وعملت زي انا دلوقتي زعلانة منك ومتضيقة الزعل ده جوايا ولا جواكي فمين اللي شيل الهم ده انا ومين اللي استقبل كلامك على انه زعل انا فانا هعمل ايه هكتبلك جواب هبدأ اكتبلك اقولك انا زعلت منك لما عملتي كذا 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 انا غضبانة منك عشان واحد اتنين تلات انا خايفة او انت كنت سبب ان انا حس ان انا خايفة من كذا 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 فابدأ اكتب كل المشاعر اللي انت حسستيهاني في ورقة تمام تمام حقلب الورقة وفي صفحة تانية حكتب انت حترضي علي تقولي لي ايه اوكي مش انا اللي زعلانة بيني وبين نفسي اوكي اني بكلمك بالزبط او فانت حتوقيي الكلام اللي انت لو قطيولي انا حسامحك وخلاص مش حابق زعلانك مات زعلانيش ما كانش قصدي اه وبحبك وبقدرك وانا اسفة وسمحيني واي الكلام عايزة تقوليه اسمعي اكتبيه اكن الشخص اللي قدامك بيقولهولك وبعدين ارجع انت تاني قولي له ان انت مسامحا وقولي له ان انت خلاص هتحاولي تسامحي او نويتي انك تسامحي وفي الاخر خالص قطعي الورقة بس دي حاجة حلوة قوي لان كمان في ناس لما بتيجي بتقبأ مش قادرة تخفل لحد مش قادرة تسامح حد اه وممكن يبقى الشخص ده كمان مش موجود بزبط يعني في ناس انا ممكن اروح عاتبها واتتلم معيها ونصف في الدنيا ما بيننا بس في ناس تانية ما بقتش موجودة فده بيقبأ يعني هم منه واحد بيبقى صعب عليه قوي كده فالاكستر سايز ده او الاكتيفتي دي سهل جدا حاجة بتخليني ان انا اعمل الديالوج ده اعمل الكلام ده كان عندي بنوطة جميلة قوي كده كنت بنتكلم مع بعض فبتقولي انا مش قادرة سامح بابايا انا زعلانة منه جدا جدا فقلتلها طيب ما تيجي نعمل له جواب قلتلي هو ازاني كتير ومش قادرة اكتب قلتلي معلش تعالي على نفسك وتعالي حنكتب له ونشوف مم كتبت له مرة اتنين التالتة بدأت تحب تتعامل معا فبدأت تتعامل معا تتعامل معا تتعامل معا بعد تالت شهر باباها توفى دي بتكتب له بجد بس بتقطعه اه احنا مبنديش للشخص مش بتدي انا بتتعامل مع مشاعري انا اه فباباها توفى فجاءت قلتلي بصي هو انا مفيش حاجة مريحاني غير ان انا سامحته قبل ما يتقف غير ان انا حسنت علاقتي بيه قبل ما يتقف فدايما بحب اقول القصة دي ليه لان سامح الناس وهم موجودين دلوقتي احسن من تقنيب الضمير او الزعل اللي انت هتحسه بعد ما يبقوا خلاص مش موجودين فسامح انت نفسك هترتاح ودايما بقولهم مش بنسامح عشان الناس تستاهل نحنا نسامح سامح عشان انا اللي استاهل ان انا عايش من غير تقل على صدري معايش مرتاح هو محدش حسب اللي جواه غيري انا فعشان كده ارتاح وساعد نفسك وسامح نفسك بان انت تسامح اللي حواليك فتمرين ده قوي جدا تانية حاجة قوية ابدأ بيها السنة الجديدة هي ان انا لعب رياضة طلعي غضبك طلعي الطاقة اللي عندك طلعي الافكار اللي عندك طلعي كل ده في الرياضة نزلي يجري امشي حوالين البيت مش هتلاقي انسان على واكه الارض هينزل يجري يبقى داخل بمشاعر طلع مجري بنفس المشاعر هتلاقي المشاعر اختلفت تماما مفضيها داي بالزبط كده فعشان كده مهمة قوي ان انت تنزلي يا تلعب رياضة يا ترقصي في البيت يا ترقصي بالزبط يا ترقصي في البيت يا تجري بس لازم يبقى فيه جسمك بيتحرك ده مهمة قوي وحتى لو الام نشيطة برضو في البيت وكده برضو لا الرياضة مختلفة مختلفة طبعا بالزبط هرمونات مختلفة بتتفرز عن المسئولية اللي انت بتعمليها في البيت بتلاقي ان انت شفت شميتي هوا من الاخر صحة ومش التريد ميل اللي بتتقلب دولاب في القوضة لا عايزين نشوف شمس نخرج في الهوا اكسجين كده يخش بالزبط ده مهمة قوي قوي تالت حاجة مهم ان انا كل يوم ابدأ اكتب تلت حاجات حلوة حصلت في يومي لازم على اخر السنة ابدأ افتح الكراسة بتاعتي الاقي ايه ده الله انا في حاجات كتيرة قوي حصلت في يومي حلو او في السنة بتاعتي حلو لا انا عايز اقولك حاجة هنا كمان ان بقى في دلوقتي جيرنلز كتب على انستجرام وفيسبوك وكل الكلام ده والمشاريع صغيرة مصرية يعني بتعمل الكتب دي الكتب اللي هي اللي امتنانة او كتب الزاتي تيود ان هي بتساعدك كمان ان انتي تبي كل يوم بتحطي التاني وتفتكري وتفتكري كده ان في الاغلب لما بنسبها كده عيمة كده مناش كراسة معاينة نكتفيها مناش حاجة معاينة نكتفيها ما بتسألناش على حاجات معاينة في الاغلب ما بنكونش بتشجعين بلزبط سلمي بقى عند الكراسة كده حطها جنب السرير دايما بتكتفيها الصبح او بالليل يعني هي مخصصة لده فبحس ان ده بصراحة انا عملت كده فبقى بيلزمني بالزبط يعني السنة دي قلت لأ السنة دي لازم ابتدي اشوف الكوباية المليانة بلاش اعطى فقر فيها اشوف تلفادي خليه اشوف المليان بقى اه بدل من انا قعدة كده متحملة فاحنا كمان يا جماعة كلايف كوتشز برضو بيحصل معنا كده يعني احنا بشر يعني مش كل حاجة بنقولها بنعرف نعملها فاحنا رقوة السنة دي لازم اجيب حاجة ان اجيبتها وفعلا اول يوم اكتب فيه النهاردة بالحظ يعني وحسيت ان لأ وجودها خلاني احس ان عايز اكتب فيها ولازم لأ انت خالي كده اجي اقولك يا ترى ايه الحلو اللي حصل لك في عشرين تاتة عشرين مش هتفتكري لكن لما تيجي تبصي بقى في الكرار ايدي الله طب انا في حاجات حلوة كتيرة اوي حظ وما لان ايه قلت ان السنة كانت وحشة فهمها قصدي لان احنا دايما بنبص على الحاجة الوحدة الوحشة وننسى العشر الحلوين اللي حصلون او دي لن نفتكيرها يعني بنعيش فيها نعيش فيها ايه فلازم نطلع لازم اشوف الحياة لازم اشوف هي الدنيا ايه اللي فيها لازم اشوف برا السجن اللي انا حطها نفسي فيه اللي انا مسمياه منطقة الراحة لأ اطلع برا السجن ده ابدأ تعامل مع الحياة كجيم زبط العضلة هنا ابدأ شيل هنا وزن اتقل ابدأ امشي روح امشي شوية يعني ابدأ تعامل مع الحياة تفاعل مع الحياة بالزبط تعامل مع الحياة كفاية بقى ان انا قاعدة عالكنبة بطفرج عالتليفزيون بطبخ بودي العيل التمرين وبرجع وطفل بيت ليه ما عنديش وقت جربتي تعملي وقت اليوم في 24 ساعة جربتي لا اصلات بيبقوا مطلعين كل طاقتي كل ما هتشتغلي وحتبدأي يبقى عندك وقت لنفسك كل ما هتبدأي يبقى تلعابي رياضة كل ما هتلاقي ان اليوم في بركة اكتر وعارفة تدي ولادك بحب اكتر تلاقي عندك طاقة بالزبط عشان كده مهمة قوي يبقى عندك المي تايم بتاعك وقت بتاعك انتي من وقت انا قاعدة فيه بشرب كوباية القهوة على رواقع لا اصل الولاد ما بيدونيش فرصة انتي ما عملتيش لنفسك الوقت ده فهم يحترمون فتقداري ان انتي يبقى تحترمي نفسك فهم يحترمون احنا منعملش كده فعشان كده مهمة قوي قوي يبقى عندك الوقت الساعة في اليوم او النص ساعة ده بتاعتي انا حتى كريمات يعمل ماسكات قاعد كده مش نزو حاجة فيه فرق يعني موزق كريم ماسك للشعر قاعدة كده بشرب كوباية القهوة في البلكونة قاعدة كيه مع نفسك فده مهمة قوي 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 ومهمة حط النفسي السيستم للسنة الجديدة حاجة كمان مهمة قوي ما تدخليش بقلبة قوي السرعة اللي حتدخلي بيها السرعة اللي حتخرجي بيها مثلا أنا خلاص قررت السنة الجاية أنا عاملة دايت المية وحروح الجم كل يوم الفطار حيعدي وحتاكلي بط وحتاكلي محشي والجم مش هتروحي ومش هتعملي على هادي نمشي baby steps يعني ايه امشي baby steps يعني حطي لنفسك اهداف صغيرة امشي عليه لكن ما تقوش لها خلاص انا حتغير وكل حاجة اللي بالترابيزة وكل حاجة تانية انا عايزة دايما دي مشكلتنا لما منيجي عند نهاية السنة ونبتدي سنة جديدة نقبع عاوزين بقى نحط ايد تموحات تموحات واحلام وهنغير وهنسوي وهنعمل في الاخر تفصل في الانت مش فاكرة اصلا حاجة من الانت ولا هتعملي حاجة لان بقولك السرعة اللي بتدخلي بيها السرعة اللي حتخرجي منها صح كده فالبيبي ستابس دي مهمة جدا الناس ممكن تكون مش فاهمة اهميتها بس هو بجد ان انت تاخدي خطوات بسيطة في حياتك وتشوفي النتجة بتاعتها على على مدى بعيد احسن من ما تعملي حاجات جمدة اوي دلوقتي بس هي مش هتكمل معاك كلها يومين تلاتة ومش هتستحملي تكملي فيها الاستمرارية الاستمرارية احلى بالزبط احسن من لما انا يلا حدخل بقلب حتخرجي بقلب عادي جدا مفيش اي حاجة حتتغير بالزبط فده مهمة اوي حاجة كمان مهمة برضو ان احنا نعملها ان انت ترسمي او تلوين حاجة فيها فن لازم نشغل الجانب ده في حياتنا لان كلما انت بترسمي او بتخرجي المشاعر بتاعتك في تلوين في رسم في اي حاجة فيها اللم او فيها دي الكرياتيفي دي اه الابداع ده كلما هتلاقي ان انت الاحساس بالحياة بيزيد فاحساسك بالحياة بالجمال في الحاجات اللي حوليك هيزيد كلما انت هتشغلي ايديك اكتر كلما هتشغلي الابداع جواك اكتر كلما هتشغلي التخيل في دماغك اكتر فمهم برضو ان انت على القل مرة مرتين في الاسبوع هاتي لوحة كراسة الرسم بتاعتك الولايات. قوم يرسمي معاه. هاتي ورق تلوين مندلة. وابدأ يلوني. فده بيطلع مشاعر ويبدأ يشغل او يفعل الابداع والجمال في حياتك. حاجة كمان مهمة على السنة الجديدة برضو ان انت غيري نظام بيتك. يعني التربيزة بدل ما ايه هناك. انا دايما اعمل كده. بازهق. لازم. بازهق بجدم بيت. باع باع ايه. اه. العب. حتى حتى بنتي الصغيرة بتزهم اللعب. دايما دايما الحاجة الوحيدة اللي لقيتها يعني مفيدة جدا ان اغيرلها الحاجة. يعني حتى لما بغير الستوب بتاع البيت. اغير حط المطبخ هنا بتاعها. اشيلوها. احط حاجات تانية من جوة طلع. ادخل. ده بيخليها كيوريوس. بيخليها يعني عندها كده عايز تعرف. يعني عايز تعرف فيه ايه هنا وايه هنا. فبتلعب اكشل بحاجة يعني. يعني هي هتتبسط ورنا وانتي حتى عينك هتبقى حسن طول وقت فيه تغير. كل اما انا بغير الحاجات اللي في ايدي. كل اما الحاجات اللي مش في ايدي بتتغير وبتتحسن في حاجة. نبتدي شوفها بالزبط. بشكورت جدا على كل المعلومات المهمة قوي اللي انتي قلتها لنا. واتمنى ان كل المشاهدين يخشوا بقى السنة الجديدة بحاجات عملية. نكون قلنا لو يا جامعة ما تستقلوش بالحاجات الصغيرة دي. لان بجد هي الحاجات دي اللي بتعمل فعلا يعني اختلاف بحياتنا. سواء الكتابة او ان انا ارسم او ان انا اعمل رياضة. كل دي حاجات لازم انتي تكوني بتعمليها. هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني. اهلا بيكم مرة تانية. دلوقتي هيكون منورني الفاشن ديزاينر يوسف توكل. تحب يوسف تعرفنا بنفسك؟ انا بك اكيد. انا يوسف توكل. عندي 22 سنة بدرس في الجي ايو فاشن ديزاين في العاصمة قدرية الجامعة الجديدة. وابقال لي هو عشر سنين مشغل في مجال الفاشن يعني. عشر سنين شغل في مجال الفاشن? اه. وانت صغير. انا صغير اه المجال بدأ معي من زمان قوي. طيب ما تحكي لنا كده ازاي المجال بدأ معي? ازاي انت اصلا اكتشفت ان انت عندك موهبة اتجاه الرسم والديزاينين والفاشن? بصي انا كنت على طول اه انا متربي في بيت ستات. فكلهم هما ست ستات حوالي. خلتك ومامتك. اه خلتي ومامتي واختي وجدتي بس. فاحنا متربي اصلا على الفساتين. وزمان بقى كانوا لازم كل شوية يتعملون فستان يتفصلون فستان. فانا بروح الحتة دي مع ماما وخالتي وكده بشوف الفساتين وكده. حتى اللاعب اللي كان نلعبها كانت بيبي عرايس باربي. فاللي هو اه عايز اعملهم فساتين. انا عايز ابدأ اللي احنا نكمل اللاعب ونعمل فساتين. فمن هنا بقى بدأت ان انا اه لا انا عايز اعمل فساتين. وديزاين للعرايس. وكده لما قابلتك. اه. انا يا جماعة عرفوا اصلا. يا يجد انتوديوستني لحاجة اسمها فاشن ديزاينك. انا كنت فاكرة ان الرسم دوت عادي جدا. بس طلع المواقع. اه. بطلع. وانت فاكرة ما تبتيني كتاب وقعد ترسم معاك وكده. فبدأنا بقى ان احنا اخش فعلا في الفاشن اندستري وارف يعني ايه فاشن ديزاين. فهو الموضوع كله جي من تربية البيت. ان انا عايز اكمل في الفساتين دي واشوف ستات شكلها احلى بالفساتين. لأ وفاكر لما قلنا مرة زمان ان ان اليه سعب اه مصمم ازياء راجل يعني موضوع مش مش تبو مش حاجة غريبة زي ما احنا اتربينا عليها. ان لأ دي دي بس مهنة ستات ولا لا لا بالعكس. كل مصممين الفاشن ديزاينرز العالميين. يعني تلات ترباحهم رجالا. كلهم رجالا. كلهم رجالا. بزبط اه. يمكن لينا انا بحث كده يعني. يمكن لحنا بنشوف. يمكن لما بقول لحشان انا انا الوالد والحدي اللي في دفعتي كلها بنات. انا الوالد الوحيد. الوالد الوحيد? انا الوالد الوحيد. اه. فعلا وطول بقول انه اه انا باعيشوف الست ممكن تلبس اي جديد. ممكن يبقى شكلها حلوة عاملة زي بالفستان غير لما يكون نظرة من ستة لستة. ايو اي 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 اكيد ليك نظرة مخيفة. اكيد. اكيد لان كلهم تلعو. يعني ما شاء الله. يعني وان اصلا وانا مفيفورت ديزاينرز اصلا اللي صعب بعشاقه. يعني. اللي صعب يعني كلنا من عشاقه. بعشاقه. يعني نفسي اكون حاجة زي يعني لما اكبر. هوفل ان شاء الله. يا رب. ياخدك وتعمل تترينين جناك. يا رب. هوفل ان شاء الله. طيب احكي لنا بقى الجامعة اللي انت قلتلي عليها اسمها جي اي 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 او. دي جامعة جديدة في العاصمة الادارية جديدة. اه بقى لها خمس سنين كده. بقى لها خمس سنين بس وكانت كتأول فاشن ديزاين او تاني فاشن ديزاين في مصر. بس لها بقى يعني ابعاد انترناشنل شوية. ده كاترة المان واش عارف ايه. فبقى فيه ده اللي ساعدنا ان احنا يعني نعرف ازاي نفصل احسن او ندزاين اكتر. احنا هنا واسا اللي روح تعلمت في مصر ممكن اتعلم ازاي افصل. بس هناك في الجامعة بدونا الميزة ان احنا ازاي نخترع جديدة. وحاجات ليها مش بس ان انا اعرف افصل وان انا بس بس لأ في الديزاينز عمتا. فالقلمان شو بتطور في الحاجات دي. بيحكي قصة معينة. بيحكي قصة اه. او او لي ام روتس معينة لي. بالزبط. طيب ما تحكينا جده عن الجامعة يعني هي بتاخد كم سنة لكل الناس طبعا اللي بيتفرجوا عليك اللي اصلا ما كنت هيا لي ما يعرفوش ان دي جامعة زي كده. بحقيقة. اه يعني ما تقول لنا اكتر عن الجامعة بتاخد كم سنة عشان تاخد راسها. الجامعة اربع سنين. الجامعة اربع سنين بتاخدي الاربع سنين كلها بتدريسي فاشن. فيه حاج يسميه فاشن تكنولوجي اللي هو زي تخياطي. والمين كولكشون والفاشن بقى اللي هو الستوري تالين والمود بوردز وازاي بقى الدزاين الدرسز و ايه الكسة اللي هتيجي وراء ومن ايه وهم طبعا كل سماسة اللي بيبقى فيه تشالنج اللي هما بيديونا هما الطوبك. واحنا نخرج منه على دزاين على اساسنا. اه اه. وفيه برضو ديجتال ميديا اللي هو زي ممكن تصوري الفاشن دوت وزي ممكن تعملي له اصلا اعلان على الانستجرام اللي هو تعملي اه بوست على الانستجرام ديجتال ميديا. وااخدنا فاشن ماركتنج انبزنز. زي ممكن لمايركت حاجتنا وزي ممكن نبيع حاجتنا وزي ممكن استفاد اصلا من احنا لفث دوت يبقى بزنس بجد بعض الجامعة. بس. اه يعني مش بس وكيف تستوحي فكرة لكن كمان ازاي انت تسوق لحقتك بالضبط وكمان في حاجة اللي هو ديجة الفاشن الكلو دوت موجود في الجامعة بنعمل لبس 3D وانا عنافسي مش بحبه قوي صراحا انا يعني من عشاء الريد كاربت واللبس يبقى ملموس بس هما بيعلمه هناك ديجة الفاشن وكلو اللي هو ممكن تعملي بتطبيعيها على طول تبقى جاهزة عن كوبيوتر مش بتبقى ترسيمي الباترون واحد واحد بقى بايده المشتر انا بقى اسمع في حياتي حاجة اسمها كلو يعني ايه كلو؟ كلو دوت هو بالضبط زي افاتار اون لاين كده على كمبيوتر زي سوفتوير بتخياطي اللبس عليها فاللبس بيبقى عندك بالفابريكس بكل الديتيل عشان ترافي هل حتفصليه بقى حيبقى كويس ولا وممكن بعد ما اتخلصي تتبعي الباترونات بتاعته وتبدأي تفصلي بقى يعني انا لو عندي فكرة معينة وعايزة اشوف بقى هينفع مع الكشكشات فالحي تتضيب الالوان وكده انا ممكن اتخيل واصممه واشوفه على كلو ديجتل وحتى ممكن تخليها تعمل قدامك 360 ديجريز وتشوفي الماضل وكل حاجة قبل ما تنفيذ الفلستان ايه ده؟ دي فكرة عبقرية بجانب انا كبان عندنا دكتورة شطر قوي فيه ما شاء الله يعني بتخيل انطلع كل تقريتنا فيه فبيطلع حاجات حلوة يعني ده اختراع اختراع انا مكنتش مكتشفة وتايم سيفينج ده اكيد بي وفن لك وقت كتير جدا وتايم سيفينج وستستينبل يعني بدل ما تعدك جربي في قماش وضيعي قماش وتهدري حاجات لأ انت ممكن من سوفتوير اربع ساعات قعد عليه تشوفي كذا موديل او كذا طريقة ان انت تعمليني موديل ده ازاي واللي يعجبك خلاص تصمم واللي يعجبك خلاص هو ده اللي حيتنفس بقى وده اللي حتضيع وقتك عليه فهو ده ايه ده لا لا ده ده اغتراع بجد بكل مكايف واغظنا اصلا في ريت والفاشن هيبقى موجود في السنين الجاية في العالم كله طبعا مع دخول الالتفاق والاي اي اي وكل ده اكيد طبعا بزفت هو دولوقتي اصلا بقى في تصاميم مستوحية من الاي اي اي يعني تقولوه من عايز تصاميم مثلا على اااا الفراعنة مثلا ويطلع لك رانوين كامل بدزاين بكل مده بس احنا دي حاجة ممنوعة عندنا اي ايه ايه ده ممنوعة عندنا اتكلمي معي ان هو اتكلم ازاي ممكن احسن الدزاين كونسبت دوت. احنا في الاخر لازم نوصل الدزاين كونسبت. يعني ممكن التفصيل يكون حلو في الجامعة او في حياتك عم بس الدزاين مش حلو ملوش قصة. اه ملوش. احنا عندنا الجامعة بيهتموا بالقصة جدا وبيهتموا ايه الكونسبت ورا الفستان دوت او التصميم دوت. فالايي اي طبعا ممنوع ان احنا نخش نقوله ارسم لي ده او اعمل لي دوت. لا ممنوع. ده غش. اه. اه. اتخليت حد يفصلك حاجة وجبالك تقدميها. صح كده بزبط. بزبط. تم قولي بقى هل الجامعة بتساعدك ان انت تطلع للاسواق برا مصر او حتى لو في كومبيتيشنز. لو في مسابقات. احنا حصل لنا اه يعني كالدفعتي كالمحظوزة ان احنا استقبلنا ديور في مصر بعد الفاشن شو بتاعهم. ديور. الفاشن شو بتاعهم اللي اتعمل في الاهرامات. استقبلناهم في الجامعة والكريتف ديركتر اللي هو كيم جونز جاء عندنا الجامعة واعمل طاك ومش عارف ايه. ازاي بيجات انسباير وازاي بيشتغل ومش عارف ايه. وبعد كده اختاروا جامعتنا. وضفعتي انا بالزات ان احنا نروح نقدبلهم حاجة من الطلاب المصريين. فاحنا. تروحوا تقدموا في ديور. في ديور. احنا حنشتغل. او. حنشتغل وكانوا بيضونا كل اسبوع سيمينار كده اونلاين على زوم. ازاي ممكن حاسن بتاعتنا. ايه لسيفن كودز بتاع ديور. اه مين الديزاين استوع ديور اصلا بيعملوا ايه في ديور عامة. كان المشروع اسمه جي ايو في ديور. اه ديور في جي ايو لعب. اللي هو كان حاجة اللي راح للديور خارجة من فهنا الدكتور بتاعي اللي كان اسمه كغم استوحى خلينا الكنسيب بتاعنا يجي من واحد اسمها درية شفيق هي اكتفست مصرية قديمة كان بتدفع عن حقوق المرأة فهنا كنا عايزين نقدمها للديور اكنا نيو كلاينت للديور فكل واحد بقى مفوض يطلع بقى يشوف درية شفيق ديها تبقى لبسة ازاي وهي لبسة من عند ديور ده طبعا على حسب شخصيتها وكل واحد بقى على حسب البرسبكتف بتاعته يعني انا احنا احنا نضفع عقا 15 واحد معايا نفس الطوبيك بس كلنا جي من حاجات مختلفة تماما عن بعض وانت بقى في الصور اللي احنا شايفينها انت عملت مش عارفة اسميها جامب سوت سوت دي كانت ايه بقى يحكي لنا لان فيها تفاصيل كتير قوي اه انا في الاول انا لما قلت قصة درية شفيق لقيت ان هي ساعدت ناس كتير قوي ستات بالذات وبقى هي سبب ان بقى في ايد عاملة او الستات بيشتغلوا اصلا في مصر وبقى ليهم صوت وبقى ليهم مكان في مصر وبقى يكمنوا درية شفيق كمان بعد درية شفيق فانا كنت عايزة خلي درية شفيق كأنها سوبر هيرو بالنسبة لمصريين فهو البليزر هو سوت عادي بليزر ببنطلون وحاف فوشيا الهوت بينك من تحتين هناك كان عندها فيفيت سكارف كده بتلبسها في اي جارمنت لونها فوشيا تتكلم عنها فانا كنت لازم حوط حكي فوشيا في البليزر دوت واللي هيخلي ان هو سوبر هيرو هو الكيب الكيب وهو ماشي بالنسبة وانا شايفة الكيب زي من ناحية واحدة كده بس ان هو الناحية التانية اكنها هي وورك يعني هي ست بتشتغل ومحترمة وانش اعرف ايوه ومن ناحية التانية بتكامل اي شاي سوبر هيرو شاي سوبر هيرو في الفامن ناتفل كاونزا كمانهية بالنسبة للمصريين كمانهية طيب وبعدين انت كنت حاط التفاصيل فيها كتير يعني انا شايفا غير بس ده في النص ونص النص ونص اوه عشان اللي هو البيكا يعني كنتم سميها بيكا بو كده لللون فوشيا اللي هو بيتكلم عن درية شفيق اصلا هو لونها المفضل ده ديور كودز اللي هو الجريب تاع ديور معروف قوي والقوميس كان معمول له زراير بيضة عشان درية شفيق كانت بتحب قوي تلبس بيرلز لولي انتو بتدرسوا كل تفاصيلها يعني كصتها بتأثر زيت الناس بتحب ديه انت بقى مفتوضة هو احنا اخدنا التاسك ومفتو انت بقى تشوفي هتوصلي لايه من ناحيتها ففي ناس مسلا قرت وعرفت ان هي بتحب دوني فوشيا من سكارف مسلا من كتاب مكتوب عنها فبس مش الناس كلها استخدمت الفوشيا اه كل واحد على حسب هو دور عليها ازاي دور عليها ازاي وقدمها للديور ازاي فانا قلت نايت لازم تبقى سوبر هيرو بالنسبة للمصريين يعني هاي عملت حاجة كويسة جدا لمصريين طب ولما قدمتها بقى للديور زي ما انت بتقول ايه اللي حصل يعني ردود افعالهم كيتعاملة ازاي هوا ما كانوا عاجبين ان انا لا هوا ما كانوا عاجبين هم اوي فكرت ان انا خرقت يعني ما خلتهاش لابسة فستان عايزة لا انا ما خليها اكا انها سوبر هيرو ماشي على رد كاربت لو فيه كيب طويل وراها ومدلد الدريبنج وهو اصلا كان فيه دريبنج من ورا ايه وشفتها اه 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 عشان هي كاب بتحب عطول الدريبنج دوت بتكرمش حتى الجودري بتاعتها كاب بتحط لها بروشس وغنونة كده عشان تعمل دريبنج بتاعها فهو عاجبوا ازاي انا اخدت الفكرة دي وحطتها في البليزر من ورا وفي الكتف من الجنب كله دريبنج لان حتى اصلا دريبنج دوت حاجة مصرية المصرين زمان كانوا بيبسوا دريبنج على طول فده حاجة بتبليدوا الرئيشة فيه ايو اللي بسك فرعوني كان كله عبارة عن فستان دريبت يعني فستان كله متكشكش من حتة معينة وعامل تفصيلة معينة بصري بالزبط فعشان كده انا ايه كنت لازم احط التوتش دوت في البليزر وعجبتهم جدا الدراما اللي في الهو بتاع سيمبل قوي ويكيد ان انت تبطع في قدامهم اصلا انا ده كان رعب ده كان رعب وقعدنا بتجهز كتير قوي قابليها عشان محدش فينا يعمل غلطة قدامهم بس هم بصراحة كانوا نوزاس جدا واللي كان بيعمل غلطة كانوا بيعيدولوا اللي هو كامل عادي احنا بيبريزانت شغل فلا الموضوع كان نزيز قوي وكان عبارة عن ان انت بتوري بتشوكيس الدزاين وكده ولا بيبقى فيه كولابريشن تاني قدام يعني فيه شغل تاني انا هو مفروض الكتيكت كمبيتيشن كده او كلابريشن مع الجامعة اه ان احنا فيه حد فينا هيتطلع يشتغل معهم انترنشيب اربع شهور او تلت شهور حاجة ازاي كده بس احنا لسه محدش يعرف النتيجة لسه هاشغل في النتيجة لا ان شاء الله تكون انت بقى بس احنا فكرة ان انت احنا تروحي هناك احنا بس ما روحناش عملنا بريزنتيشن هم خدونا جوه الديور لاب وجوه المصنع وشوفنا ازاي بيشتغلوا والاركايف بتاعهم عندهم اركايف كبير جدا من ساعة ما كريستين ديور كان عايش لحد ما رأي جراسيا كوري لحد دلوقتي الكل ديزاين عملوه يعني ليه ايمة محطوط في الاركايف ديت عشان الديزاين اللي حييجي بعد كده يجيت انسباير من يعني ايه ديور فهدخلنا بقى شوفنا الحاجات دي بس طبعا كما منوع التصوير الحاجات دي يعني ومش ناس كبيرة وما كلهم شاب بيتعلموا وبيكملوا التصويمات للديزاينر يعني فيه بجد تيم كبير قوي شغال تحت الديزاينر تحت الديزاينر فاللي هو يعني مخلى الواحد انه لا احنا محتاجين فعلا نشتغل عشان على الاقل حد فينا مصري يبقى عنده الكواليس ديت في مصر ان الموضوع بجد كان حلو قوي انا ده بالنسبالي ابهار يعني اول حاجة ان شغلنا دي كانت زمان كانت دايما بتاعت حتى في الافلام لما بيكيبوها ناس كبيرة في السن وقعدة وبتخيطوا دايما الستات بتوع ديوت الاسياء في مصر كانوا كبار وبعدين دلوقتي فيه اكتساح بقى للشباب يعني للشباب بقى وكل يعني معظم كل اللي على انستجرام اكاونت وكل دول كلهم شباب مش صغيرين زيك انا اول مرة اشوف حد زيك لان فعلا الجامعة دي اول متالي انت اول دفعة لا انا تاني دفعة او دفعك الصغيرة او 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 امور اسمع انو فيه حاجة كده يعني بقى كده اكبرنا بقى ان دفعة التحتين احنا 10 احنا 11 واحد بس بس الدفعة التحتين بقى اربعين وستين واحد بقى بجد الناس عندها كلها باشن في الفاشن بس انا يبقى عندك الباشن. طبعا. يعني ما تخشيش بس المجرد انو. اه لانو فيه مسلا الناس ممكن تخش تقولك او ده فاشن سهل يلا اخش واتخرج. لا هو ده عالم عالم كبير جدا انت قصة ما بتخرجش منه. واللي تتبهد بيه في الجامعة انت دي حياتك اللي بعد كده. فلازم يكون عندك الباشن وجاهز ان انت في فيس كل اللي هتواجهه دوت بعد كده. طب وانت بقى في ان انت بتقول بقى في كل الحاجات اللي انت هتواجه قبل كده. لو رجعنا يعني لورا بقى. هل كان لما انت اكتشفت الموهبة دي واحنا عارفين ان قد ايه هنا في مصر. موضوع غريب بالنسبة لنا يعني. غريب اوه. ما مكنش بقى عندك اي صدمات او ايه ده ايه اللي انت عايز تعمله ده. لا امفيش راجب بيعمل كذا. لا اكدنا. ولا لقيت سبورت. اللي اتنين. اللي اتنين. يعني انا طبعا عينتي كانت سبورتف جدا. ومامتي كانت من اكتر الناس اللي سبورتف فيا وكانت على طول بتتكلم معي في حور فساتين وشافئة. حتى جدتي اللي يرحمها كانت على طول. لازم ان نقعد يتفرج على الفاشن شوز مع بعض. وكبتها اشع حاجة اسمها هاني البحيري. قطع تقولي بص الديتيلز دي بص ده مش عارف ايه. كتعالطول لبس من هاني البحيري جدتي. فكونوا على طول. السبورتف جاي من العيلة. كوي جدا. بس ما لسا لأ. كنت ضحية التنمر. ايه بقى الله حسنا. هو زي ما انت قلت انه محدش بيستقبل حد انه هو. او محدش بيقبر انه حد. او ولد يكون بيعمل حاجة بتاع البنات هما شايفينها. صح. وحنا ك عائل صغيرين. فهو بويز بويز والجيرلز جيرلز. كان لازم انا اكون الولد اللي بلعب كورة واللي باتشاقة ومش عارف ايه. وانا كنت في حالي. انا تلقائين كده وانا قاعد في الجامعة في المدرسة صوري. برسم فاستين عادي. وانا مش واخد بالي. اللي هو بشغبط فستان ومش عارف ايه. لحد ما تلاقي مسلا ولد من هنا جيت تاريق من هنا. فالتنمر زاد قوي. انا جات لي فترة يعني بدوني الدكتورة نفسية في المدرسة. عشان شايفت ان الفاشن ده هو يعني اللي مخلي التنمر موجود. فانا لازم ارجع ولد طبيعي بلعب كورة ومش عارف ايه. عشان ابطل الفاشن ديزاين. ويبطل التنمر. فهاكت شايفة ان التنمر دوت. ده الحل يعني. ده الحل. اه انا ابطل فاشن ديزاين. عشان. اه فالله هو لا. فقعدت مثلا بتاع عشر سنين لحد ما اتخرجت من المدرسة. مش عايز اقول ما كانش عندي صحاب بس اللي هو الصحاب اللي انا كنت بتمناهم. ما كانوش موجوزين. كان عندي صحاب بنات وربنا كان ميديني صحاب بنات يوقفوا جنبي مش عارف ايد. عشان اقضي وقت معهم لحد وقت 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 15 سنة صحاب. وبس قالهم حتى قبل ما خلص ديزاين لازم بعطلهم اخد رأيهم. بس كان عمري ما تخيلت ان انا ممكن يكون عندي صاحب ولد. عشان التنمر دوت كمخيني اكره الولاد. اللي هو انت ري شايفيني كده انا عادي زيكو خالص بس انا اللي هي موهبة زي انت تحب تلعب كورة انا بحب برسم فاساتين وعمل فاساتين. لدرجة ان بعد سنتين من انا حاولت بقى ان انا بطل خ بطلس. كنت مثلا كنت في جريد سيكس او سيبن. في مدرسة يعني كنت ارخرها. كلمت ماما قلت لها لأ ارجعي يرسمتين. انا دلوقتي ولا بقيت مهتم بالمذاكرة ولا بقيت مهتم بالتالنت بتاعتي. خلاص انت انت خسرت روحك يعني كنت روحك في الحاجة دي. انا 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 كنت خسرت فاللي هو لا انا دلوقتي انا بعمل ايه. انا اولا انا عاعد في المدرسة كنت بتتحجك باي حاجة عشان نلقي المدرسة عشان خلاص ما كنتش مستحمل التنمر اللي حواليه. انه عشرة سنين تنمر لحد ما تخرجت كان صعب. حتى لو انا دفعتي كانت بطلت تتنمر كان في بقى العائلة الصغارين بدأ بدأوا يتمروا بقى. اه شايفين انه ايه اللي انت بتعمله دوت. انت بجد انت بجد بترسم ومجد بتعمل وبجد بتروح تتفرج وبجد بتتكلم مع البنات على الحوار الفساتين. ولهو عادي. ما حاولتش توقف تقول لهم لا ده عادي وبصوا. حاولت بس جاتني. المعروفين في العالم الازياء. حاولت بس لا ما بيش تقبلوش. ما هو ليه صعب ولا خاسر شخصيته ولا خاسر اي حاجة. اه بقى ما عرفش ممكن يكون مر بنفس الحاجة زمان بس ما عرفش بس هو الفكرة ان التنمر بجد حاجة يعني لو انت مش زي بقيت الصحابك اللي في المدرسة او في اي كوميونيتي هتتبهدلي. معين هو ده اللي بيفرقك ما بين يعني ما بيفرق ما بين شخص وتان. صح. ان انت تبقى مميز في حاجة. ان مش مفروض كل الناس بتعمل نفس حاجة بتلعب نفس الرياضة وبكلها مميزة في حاجات معينة زي لعب كورة لعب مش عارف مينة. زبطة. يعني مفروض ان كل واحد فينا يبقى مختلف. لا حتى اني حتى مكانش بس يعني حتى التنمر مكانش بس من من الطلاب يعني حتى وصلت المدرسين ساعات. ان المدير يقول لي ده مش اكل عليش ده وتذاكر وابقى ولد عادي عشان تعف تتخرج وتشتغل ويقبليك مستقبل. قلت له تما هو ده مستقبلي انت ليه بتحطمني زي ما بتقول يعني. ما سيبني كامل انا كده كده بذاكر وبيديك اللي انت عاوزه. وانا بعمل حاجة جنب مش عشان التنمر فخلاص بقى لازم احط كل ده على جنب. لا اوانا يعني لحد ما اتخرجت بجد دلوقتي صحابي الولاد مدرش عايش مغيره. بعد ما عارفوني بجد وفي ابلوني. بعد ما اخص ابلوك. اه ابلوني. مش مش ابلوني بس احنا كبرنا وعينا اللي احنا يعني ايه كل واحد عنده تالنت ما وفيه واحد بيحب يمثل وفيه واحد بيحب يماضل. فيه واحد بيحب يلعب كورة. فيه واحد بيحب يفشل. عادي. مدام اجال من المجالات. زي الطباخ مسلا معادي. او فيه بنت ممكن ت كم تلعب كورة. مايبنت برضو البنت اللي كم تلعب كورة كبت برضو بتفيس بولينج. عشان هي منتقلت في عمليه دوت. فالموضوع يعني جاب اخره معايا لدركة ان انا واجهت بس بره مدرسة. كنت بعمل نفسي عبيت في المدرسة ولا هو لا انا مبعملش حاجة. بس انا بمارس حياتي خالص تاعة الفاشن ديزاينج في المدرسة. عشان اقدر انا اوصل لانا عاوزه. بعد كده لما اتخرجت يعني اثبتت لهم انا ايه. وممكن اعمل ايه. انا انا قويسة موصلش لانا انا عاوزه. يعني ده ده بداية المشوار بس ان انا انجح او الا هو ابدأ في المشوار الفاشن. واثبت للناس انه لا عادي رجالة ممكن تبقى فاشن ديزاينر زي رجالة كلها المشاهيري اللي في العقلها. صح. اه. ف. احجبني اوي طريقتك واسرارك ان انت لا يعني انا انا مش بس ان انا يعني يعني ايه يعني بعمل حاجة اللي بحبها. لا ده انا عايز اثبت للدنيا ان لأ. انا عايز اغير مفاهيم. انا عايز اغير مفاهيم كت جديد دلوقتي بيعمل وزي ما انتو قلت دلوقتي ما في موديلس كان زمان مفيش موديل يعني الزبط. لو راح البابا الحد ايه ولا هو موديل كان هي وبا بيت حد عليك. دلوقتي اصلا البيزنس كلها بقت كلها لبس. صح. فتلاقي الوناد كلهم دلوقتي بيكلموني احنا عايزين نعمل لبس. احنا عايزين نعمل ديزاين. عايزين نعمل كذا 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 كذا. بس طبعا. البيتج. اه بس انا باشتغلش ميعهم عشان انا ميش في الكاجولوير. اه. وتعملوا البراند ليكو لبس. لوكال براند وتتباع وتنجح. لا ولوكال براند دلوقتي بالذات مع زادة اسعار بقى بتاع مستورة كلا لوكال براند كان بقت بالهابل. وبصراحة بنطلع حاجات من هنا. حلوة. يعني انستجرام مليان. حلوة. بطلع بزنس و لبس بقى كله لوكال براند. والستايلز والحاجة بقت اكتر. يعني بقت لايقه مع احنا قوي ومع طريقتنا مع مع الايدنتي بتاعتنا عايزك ما تكلمني سريعا عن دان انا يعني يعني عايزك تشرحولي هو ايه كان ازاي صممته جالك الفكرة من ايه. ده كان البينك دوت كان كان مشروع في الجامعة برضو كان مع مصنع اسمه مغيلوي لو تعرفيها. مغيلوي طبع. اه مصنع زمان اول. اه. فهي جات معانا الجامعة عاملت كولابراشن وهما عاملين الفابريك ديت عندهم في المصنع. الفابريك دي ريسايكلت وكان البروشيكت سوسطينيبيلتي. ريسايكلت يعني الفابريك دي متدورة من من قماش كتير قوي مع بعض. اه. لا مش مخلفات. من قماش بواي قماش اه اتعمل قماشة كبيرة. وجابوهن لها الجامعة عشان احنا نطلع منها من غير ما نبوزها. فاحنا كان التوبيك ان احنا نعمل فستان او نعمل من قماشة واحدة من غير ما تلمي اي قطعة. لو رب انت كطعة تكون كده تسقطي. لازم تستخدمي الماء في الماء من الفابريك اللي عندك. فانا الفستان داو او كنت شخص عن حاجة التقليدية اللي هو يعني فيه باترنز على الانلاين ممكن تجيبي باتران اللي هو مربع وتقصي مثلا الرقبة والكم ويبقى جلبية او يبقى كيمونو او يبقى تيشرت. لأ انا كنت عايز يعني دي لعبة ده تشالنج. فاحنا كنت عايز عامل حاجة قط كتير من ندير ويست. فالفستان داوت انا عملت البيكسيك سكرت الي عليها كل الروفلز ديت الاول. ومن السكرت زات نفسها بقيت القماش تقصيته بالطول وعملته بجادرت وروفلز وخارطته بايدي. ومن الويست بتاعت لسكرت عملت الطوب. وبعكرة من بواي القماش بداية الجيب عملت الطوب الفوق. وده كخسي بس انا مش مستعمل حاجة ناشفة من تحت انا نبطنوا حتى من جوه بالويست بتاعي بتاع القماش. اه انت ما كانتش هين فا تستخدم اي قماشة تانية. اي حاجة مبارا. كل اللي داخل جول فستانة. اه سوستة بس. سوستة بس. فاي حاجة معولة فستان دك هتمين الفستان دوت. يعني حتى الفستانة. البلينات اللي انت شايفها دي ده كنت اعطت الباوي القماشة اعطتها خلاتهم في بعض عشان يمولي ريكتانجل. واقصهم سترايبس كده عشان واقض حشيهم مكان البلينات عشان يعملوا كخصية. اه. طب واللي اللي سود. اللي سود ده لسه كولكشن. لسه بشتغلها في مشروع التخرج بتاعي. بس حبيتها تظهروا يعني عشان كبدايا حلو عشان ده اكتر كولكشن انا حطيت فيها الايدانتي بتاعتي. انت بتختاري اللي انت عايزة تعمليه. الطبيك اللي انت عايزاه. وزاي حيوصلك من الطبيك للايدانتي بتاعتك. فالفستان دوت هو تو لايرز. هو كخصية مع فستان قصير. وتحتي ليس درس. عشان بيتكلم في جزء عن المصريين. خش في الديتيل. اه. خش في الديتيل. اه. خش في المصريين عندنا طرق لبس كتير جدا. من الشيك للأبر كلاس للور كلاس او الداونتون بيبل بقى النواة الناس العادية خالص. بيلبسوا طبقات على بعض. سح. بس عمرنا ما احنا استخدمنا الطبقات دي ممكن تنفع ازاي مع بعض. هل ممكن الفابركز يتليق ولا لا. فانا حاولت المشروع دوت ان انا اعمل طوب فابركز مع بعض او بتول لانتز مع بعض مش ليقين على بعض. بس يعملوا جارمنت او فستان شكله حال. اه يعني تحط قمشتين مختلفين علشان تخلق فستان تاني. بس هو متركب مع بعضه. يعني وفيه حاجة كتير جدا تانية. بس ده اكتر واحد انا حبيته وخلصته يعني. وحسان اي قوي على علينا احنا. اه المصريين. اه انا برضو الكود المصريين. اه. انا مستخدم الكود المصرية دي في كل حاجة يعني. ده ده كان اسمه تباطئ مناش الباية. يعني بس لسه مقلتوش يعني لسه عملتوش. لا ان شاء الله يخلص على خير. برضو تاخد يعني يقبى. مارك. اه. بنسبالك للنجاح يعني. شاء الله. شرفتنا قوي قوي قوي. يا يوسف بجد. ونفسي كل الناس تابعك. وتشوف البيتش بتاعتك علشان. تخلي بقى تشجعوا الشباب بتاعنا ان هما يصمموا لكم الفساتين بتاعتكو. وبتمنى ان انت تجيلي بقى في حلقات تانية ونبقى مع بعض. وحلقات تانية كتير. نتكلم على مجال الفاشن ديزاين عماتها. وكل حاجة. بس اما حاجة. محدش يسيب موهبته لأي حد يتكلم. دي رسالة حلوة. يعني مرة واحدة تانية. اه. محدش يسيب موهبته عشان التنمر او اي حد يقول عليك كلام. لان انت دلوقتي ممكن تستعمل التنمر ده سلاح. ان انت تتعرف. او ان انت تشتغل عشان تثبت لنفسك ان هما غلط وانت صح. فانت لو عندك موهبة. تجو فويت. متستناش حد يقولك اه او لا. متستناش حد يينفست في نفسك. يينفست فيه قصد. انت انفست في نفسك وتعب على نفسك. لحد ما توصل. بس. شكرا كمي. على ايه. مخسيليكي. باي. شكرا كمي.